بسم الله الرحمن الرحيم استكمالاً لموضوع الإهلاك هنكلم النهاردة عن طريقة تانية وهي ما يسمى بالمودفاعد ستريت لاين لو أنا عندي أصل معين هذا الأصل قيمته 38 ألف Life expectancy of 10 years متوقع أن يعيش 10 سنوات and estimated salvage value عبارة عن 2000 calculate the depreciation charge by applying modified straight line خدنا قبل كده الستريت لاين ما فيهش فهم مشاكل لكن قالك اعتبر أن 60% of the total depreciation occur in the first four years of the life يعني قيمة الإهلاك الإجمالية 60% هيروحوا لأربع سنين والأربعين في المية هيروحوا للست سنين المتبقية على أساس دايماً في بداية عمر المعدة بيحصل نقص شديد نتيجة الفاشنز اللي بتنزل للمعد يبقى the amount of assets can be depreciated اللي ممكن المبلغ اللي يستهلك اللي عندي اللي هو البيناقص الـ S حيثو البي 38 ألف والـ S salvage value يبقى المبلغ اللي هيدع مني أو يهلك 36 ألف 36 ألف في 60% منه هيستهلك في الأربع سنين أجيب قيمة الـ 60% أضرب المبلغ الإجمالي اللي هيهلك في الـ 60% يطلع مبلغ أقسمه على خمس سنين والمبلغ الآخر أقسمه على ست سنين المتبقي يبقى 36 ألف في 0.4 اللي هو الـ 40% التنين يبقى 14 ألف وربعمية القيمة المتبقية أقسمه على ست سنين يبقى قصة الإهلاك في السنوات الـ 6 المتبقية 2400 وقصة الإهلاك في السنوات الأربعة الأولى 5400 لأن في الحالة دي القصة الإهلاك في الأربعة سنين أعلى من الـ 6 سنين المتبقية بهذا الشكل يبقى الفترة دي يصدق فيه قصة إهلاك أكبر من الفترة اللي هنا ديتها هو دي فكرة المودفايد ستريت لاين اللي عند والبوك فاليو ببدأ نقص الستريت لاين بحيث أحصل على بوك فاليو نهوت ونزل منه القصة الجديد بحيث أحصل في الآخر على السلفج فاليو بتاعة المعدة اللي مقرر له تعالوا السامو فير ديجيت السامو فير ديجيت طريقة سهلة جدا الـ depreciation concept similar to decline balance but with decreasing depreciation rate charge a large fraction of cost as an expense of the early year في قصة ببقى شديد قوي في الفترات الأولى ثم القصة ده يتناقص بعد كده لو أنا عندي الفورميولة اللي أجيب بيها الـ annual depreciation بيساوي الـ N اللي هو العمر بتاع المشروع ناقص T اللي هو السنة اللي أنت عاوز فيها القصة زاد على السامو فير ديجيت اللي هي مجموع السنوات اللي عندي في B ناقص S كأن B ناقص S مش بتتقسم على N كلها بتتقسم على مجموع السنوات لكن مضروبة في البسط N ناقص T زائد 1 وأنا أعلمكم طريقة سهلة في الموضوع ده هو الموضوع اللي عندي مثلا لو أنا عندي العدد السنوات بتاعت العمر 5 مجموع الخمس سنين معناه 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 طبعا وده لها قانون سهل قوي هم خمس سنين بتضرب 5 في 6 على 2 5 في 6 بتلاتين على 2 يبقى 15 لو جيت جامعة لأعداد دي هتليها 15 1 من 3 3 تت وتت 6 6 تت 4 10 و 5 15 يبقى لو عمر المعدة 10 سنين يبقى السامو فير ديجيت 10 في 11 على 2 لو عمر المعدة 7 سنين يبقى 7 في 8 على 2 يبقى N في N زائد 1 على 2 يديك السامو فير ديجيت وبعدين القيمة الدفترية للمعدة بيساوي القيمة الأصلية ناقص مجموع الإهلاكات السابقة إيه اللي عندي تعالوا نشوف طريقة نحسبها مع بعض إزاي لأنا عندي البوك فاليو 10 سنين وعندي العشر تلاف وعندي المعدة متوقعة تعيش عشر خمس سنوات والسالفش فاليو بيسوي الكلام ده يبقى أنا هقول إيه البوك فاليو اللي عندي عشر تلاف ناقص إيه شامانسين ناقص سالفش فاليو اللي هي 2000 ده كله ده الايه هيتضرب فيه فاكتور الفاكتور ده له بسط ومقام المقام ده مجموعة السنوات مجموعة خمس سنين على خمست عشر والفاكتور ده اللي في البسط بدل أنت ما تلخبط نفسك وممكن ما تكونش فاكر الان ناقص ستي زائد واحد هقول لك أنا على طريقة العمر خمس سنين يبقى ابدأ من الآخر القسط الأول آخر سنة خمسة يبقى هيتضرب في خمسة على خمستاشر طب واللي بعده في أقل أربعة على خمستاشر طب واللي بعده في ثلاثة على خمستاشر واللي بعده اثنين على خمستاشر واللي بعده واحد على خمستاشر طب لو العمر عندك ست سنين الستة في سبعة على اثنين يبقى كأنها ثلاثة في سبعة في واحد وعشرين يبقى بتقول ستة على واحد وعشرين وبعدين خمسة على واحد وعشرين أربعة على واحد وعشرين وهكذا لحد ما توصل واحد على واحد وعشرين يبقى القسط اللي عندي الأول هيتضرب في خمسة على خمستاشر فيه البيناس الاس الثمانية يطلع القسط الأولين بتبدأ تجيب القيمة الدفترية بتقول والله هي كانت أصلاً 8000 شيل منها القسط اللي طلع اللي هو 20667 الفارق يطلع كلامه وبعدين القسط الثاني 8000.4 على 5 يطلع رقم إطراحه من البوك فاليو وهكذا لازم في الآخر توصل للسالبش فاليو اللي احنا قررنا عليه وبتلاحظ ان القسط هنا كبير القسط بيقل القسط بيقل القسط بيقل القسط بالل يبدأ يسمونه قسط متناقص أو معدل قسط متناقص مثال initial cost of a new climate control chamber for our testing lab عبارة عن 3650 وcan be depreciate over العمر اللي عندك عبارة عن 7 سنين مسألة كنا حلناها بالstraight line بس نعاوزك تحلها ب sum of your digit إذا علم أن salvage value اللي عندك بيسوي 50 automatic يبقى المبلغ اللي انا اشتغلوا 1650 ناقص 50 يبقى 3600 هتضرابه في 7 على مجموعة 7 سنين اللي هي 1 زال 2 زال 3 رحل 7 برعا 21 يبقى القسط الأولان اللي هو دي 1 هيبقى برعا 7 على 21 في كلام طيب القسط اللي بعده هيبقى 6 على 21 في نفس الرقم طيب اللي بعده 5 على 21 في نفس الرقم وهكذا لحد من شوفه هنا هو سبعة على 28 في القسط يطلع القسط الأول القسط الثاني القسط الثالث القسط الرابع القسط الخامس القسط الثالث لو أنا عاوز البوك فاليو بروح والله عامل تيبل كده هوت وقول البوك فاليو بتاعي هتلاقي المعدة أصلا تمنها كام 3650 ناقص 900 3650 ناقص 900 يطلع قيمة المعدة في السنة الأولى طيب الناتج اللي عندك ده هو تشيل منه القسط اللي بعده سبعة سبعة واحد يطلع قيمة المعدة في الناي أنثو أون لحد ما توصل لهذا التابل البسيط اللي عندي وفي الآخر تلاقي نفسك قيمة المعدة سالفج بالي يبقى كأنك تشك لشغلك هل شغلك صح ولا غلط في موضوع السام أوف إير ديجيت اللي عندي شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته